موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم عزان المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص تعرف الجماعة الإسلامية في لبنان ذاتها بأنها مجموعة لبنانية مولية بذلك أهمية كبيرة لهويتها اللبنانية وهي تدعو إلى وحدة المجتمع اللبناني على أساس غير طائفي وتعتمد الجماعة مشروعا سياسيا وسطيا ويحرص المسؤولون البارزون في الجماعة على تأكيد استقلالهم التنظيمي والسياسي عبر تجديدهم على استثنائية المجتمع اللبناني ولعل أبرز دليل على هذه النقطة هو موقف الجماعة من الصراع السياسي الحالي في لبنان فهي تريد أن تكون وفية لمبادئها التأسيسية القائمة على دعم مفاهيم المقاومة والأجندة المناهضة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وهي تحرص في الوقت ذاته على رعاية مصالحها السياسية ما موقف الجماعة الإسلامية من الأزمة اللبنانية الخانقة وأن تقف في الخريطة اللبنانية الداخلية والخريطة العربية حيث تتزايد الخلافات والصراعات هذا ما نتعرف عليه في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور عزام الأيوبي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أهلا وسهلا بكم دكتور عند انتخابكم قال المراقبون أن اختياركم يشير إلى أن الجماعة تختار أسلوبا أكثر هدوءا وأقل حدة في عدد من الملفات الداخلية اللبنانية والخارجية السؤال هنا كيف يمكن ذلك في ظل مرحلة محتدمة بمعنى الكلمة تشهد استقطابا كبيرا على المستوى الداخل اللبناني وعلى المستوى الخارجي يعني هو بصراحة تحديدا ما تفضلتم به في نهاية هذه المقدمة هو ما يفرض أن يكون هناك تعاطي هادئ ورزين في كل الملفات الساخنة اللبنانية خاصة إذا ما راجعنا إلى واقع الجماعة الإسلامية ضمن التركيبة اللبنانية وضمن التركيبة الإقليمية في المنطقة فالجماعة الإسلامية تصنف لدى الجميع على أنها من ضمن منظومة ما يسمى بين قوسين بالإسلام السياسي الذي يعيش حالة صراع قاس جدا منذ أكثر من ثماني سنوات وبالتالي تحتاج الجماعة في وسط هذا الطلاطم الكبير جدا أن تتعاطى بروية جدا في كل علاقاتها السياسية وفي تعاطيها مع هذه الملفات الساخنة بالتالي هذا الأمر لم يرتبط فقط بشخص الأمين العام وإنما بسياسة الجماعة ككل التي تجد أنها بحاجة إلى نوع من الحكمة في التعاطي وليس عملية القوة والعضلات فهذه ضمن الظروف القائمة يمكن أن يكون مردودها سلبيا عليها وليس إيجابيا نعم دكتور ترفضون في الوقت ذاته القول بأن الجماعة الإسلامية في تراجع وترون بأنها في ضعف نسبي مقارنة بقوة سياسية أخرى تمتلك دعما خارجيا متواصلا وترون أنها أكثر انتشارا اليوم في أكثر من منطقة في لبنان كيف تقيمون أداء الجماعة في هذه الفترة دكتور يعني هناك مستويان يمكن أن يتم التقييم على أساسهما بشكل منطقي التقييم الأول هو التقييم العام الذي يقارن القوة السياسية ببعضها البعض وهذا قد لا يعطي الصورة الحقيقية وسنأتي عليه والتقييم الثاني هو على مستوى الانخراط في المجتمع والتجذر فيه من خلال التواصل مع الشرائح المختلفة والانتشار الذي أشرتم إليه أيضا في حديثكم فالجماعة من هذه الناحية بفضل الله عز وجل نعم متجذرة في المجتمع من خلال حضورها ووجودها عبر أكثر من ستة عقود في تاريخ لبنان بينما نجد أنه في مثل هذه الظروف وفي نفس الفترة الزمنية هناك قوى كثيرة جدا صعدت ثم اختفت ولم تعد موجودة في الواقع أو الخارطة السياسية اللبنانية فضلا عن أن هناك قوى أخرى ما زالت قائمة لكن وجودها إما تشظى نتيجة طبيعة التعاطي أو أنها لم تعد بنفس القوى التي حكمت من خلالها لبنان لسنوات وسنوات بالتالي من هذه الناحية نعم نحن نستطيع أن نقول وبكل ثقة بأن الجماعة ثابتة ومتجذرة في المجتمع وهي في حالة تمدد وليست في حالة انكماش أو تراجع لكن إذا عدنا إلى المعيار الأول في التقييم وهو موقع الجماعة الإسلامية في الخارطة السياسية اللبنانية نجد أنها ليست في مقدمة هذه الخارطة وهذا فعلا يرجع إلى طبيعة الامتداد الإقليمي الذي تفتقده الجماعة مقارنة ببقية القوى السياسية التي تستمد حضورها وقوتها في الموازين السياسية اللبنانية من علاقاتها الإقليمية والدولية وهذا هو السؤال دكتور وهذا هو السؤال في الفترة الحالية هذه الخارطة نعم امتداد لهذه المشاريع وهذا هو السؤال كنت سبقتني إلى هذه النقطة المهمة كيف يؤثر عدم تلقي الحركة دعما ليس دعما ماليا فقط إنما أن تكون جزءا من هذه التحالفات في الإقليم سواء مع تركيا مع السعودية مع غيرها من دول المنطقة على أدائها الداخلي التأثير كبير جدا أخي الحبيب اليوم الحضور السياسي للقوى اللبنانية قائم على هذه القوى المستمدة من الخارج وهذه القوى هي نتيجة تصارع مجموعة من المشاريع ضمن الساحة اللبنانية بتأثير إقليمي ودولي فالمشاريع الحاضرة في الساحة اللبنانية في تقدم وتراجع مستمر نعم نتيجة التوازنات التي تؤثر عليها المسارات القائمة في الساحة الإقليمية نحن منذ العام تسعين تقريبا يعني منذ معركة الخليج الثانية وحضور القوى الدولية في المنطقة بتحالفات كبيرة وقع لبنان في عدة مطبات كبيرة جدا كانت هي مجرد آثار للتغيرات والتحالفات الإقليمية فسوريا على سبيل المثال حكمت لبنان منذ العام تسعين وحتى العام الفين وخمس بتغطية إقليمية ودولية نتيجة مشاركتها في التحالف الأمريكي أنذاك وقس على ذلك الحضور الإيراني في المنطقة الإنكفاء السعودي بعد أن كان متقدما في المنطقة كل هذه كانت مؤثر أساسي ومباشر في صعود القوى الحليفة لتلك القوى أو في تراجع هذه القوى الجماعة لم تتلقى دعما من هذا النوع لأكثر من سبب جزء من هذه الأسباب هو سبب داخلي نتيجة قناعة الجماعة في كل تلك المرحلة السابقة أنها لا يتناسب مع واقعها أن تكون في جيب أي من القوى الإقليمية المذكورة ومن ناحية ثانية أن القوى الإقليمية نفسها لم تجد في الجماعة قوة سياسية مرنة تستطيع من خلالها أن تنفذ زنداتها السياسية في الداخل اللبناني كلا السببين جعل الجماعة منقطعة عن الواقع الإقليمي وعن إمكانية تلقي دعم سياسي ومالي يمكنها من أن تكون جزء أساسي من القوى المؤثرة في الداخل اللبناني وهذا يدفعني إلى سؤال تالي داخليا في لبنان أين تقف الجماعة الإسلامية اليوم دكتور بين قوى الثامن والثامن عشر من أذار الثامن والرابع عشر الثامن والرابع عشر أليس كذلك؟ نعم هذا الواقع الذي نشأ عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 بدون أدنى شك أحدث استقطابا غير مسبوق في الداخل اللبناني ما جعل القوى السياسية اللبنانية تكاد تكون منقسمة كليا بين قوى الثامن والرابع عشر من أذار نعم الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت وجدت نفسها في موقع حرج بصراحة وفي موقع لا تحسد عليه فهي من ناحية كانت تجد في قوى الثامن من أذار حليف غير تقليدي فيما يتعلق بموضوع الصراع مع الكيان الإسرائيلي منذ الاجتياح في العام 1982 وبالتالي بقيت على تعاطي وتحالف في هذه المواجهة حتى العام 2000 وقت التحرير ثم بعد ذلك وجدت نفسها في نفس الخندق في مواجهة العدوان الإسرائيلي في العام 2006 لكنها في نفس الوقت كانت تجد أن هذا المشروع في مكان ما كان يعيق عملية إعادة بناء الدولة اللبنانية وفق الأسس التي تؤمن بها الجماعة الإسلامية وهي دولة المواطنة غير المستندة إلى الوظائف الطائفية التي تجعل من الطوائف فيدراليات قائمة داخل البلد الواحد وبالتالي يصبح البلد دويلات ثم أيضا استكمالا لهذا الأمر الارتباط الوثيق بين هذه المجموعة وبين النظام السوري الذي كان يتطلع إلى إبقاء لبنان كمزرعة له ويحاول أن يستنزف طاقات هذا البلد لغاياته ومقاربه الذاتية بالمقابل قوى الرابع عشر من أذار كانت في هذه الناحية تلتقي مع قناعات الجماعة لكنها في نفس الوقت أيضا كانت تمثل هواجز كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة للجماعة فيما يتعلق بمستقبل الواقع اللبناني ضمن منظومة القيم فمنظومة القيم التي تحملها أو يحملها مشروع قوى الرابع عشر من أذار أنذاك كان يمثل في كثير من جوانبه محاولة أخذ لبنان إلى القيم الغربية التي تريد أن تهدم القيم التي قام عليها لبنان والمنطقة ككل وهي القيم الشرقية المحافظة على الأسرة والمبتعدة عن موضوع المثلية وغير ذلك من الانحلال لذلك كان موقع الجماعة الإسلامية في الاختيار موقعا صعبا جدا وهذا ما جعلها أمام كثير من أبناء المجتمع اللبناني بدون لون محدد وبالتالي البعض كان يصفها بأنها رمادية وهذا نحن ندرك أنه أفقدنا إمكانية اكتساب شعبية لكننا كنا نراها شعبية آنية ستخرجنا من الواقع الذي نشأنا عليه وستفقدنا الهوية الأساسية التي قمنا على أساسها لذلك بقينا بصراحة كخلاصة لهذا التقديم بقينا خارج منظومة 8 أذار وخارج منظومة 14 أذار وكل الفريقين كان يجد فينا هدفا متأمل أن يأتي إليه وفي نفس الوقت هو فريق يحتاجون أن يزيحوه جانبا أو أن يبقوه في حال الضعف حتى لا يمثل بالنسبة لهم أي عملية تهديد أو إعاقة في عملية تقدمهم ضمن توازنات دقيقة جدا بقيت منذ 2005 وحتى يومنا هذا هذه التوازنات ذاتها دكتور هي التي تربطكم في العلاقة مع تيار المستقبل على سبيل المثال يعني منذ أكثر من عقدين هناك تحالف انتخابي هناك توافق بين الجماعة الإسلامية وتيار المستقبل سؤال اليوم هل ما زالت مساحة التلاقي موجودة مع هذا التيار وهل صحيح أنكم تحاولون تفادي النزاع السياسي مع تيار المستقبل نعم بكل صراحة ما ختمتم به هو أحد أهم العناوين التي تحكم علاقتنا بتيار المستقبل تيار المستقبل يعني تحكم العلاقة بيننا وبينه ناحيتين ناحية أولى هي ناحية المشترك في المساحة التي نعمل بها سياسيا ضمن بيئة للأسف الشديد في لبنان هي بيئة طائفية فأي فريق سياسي لا يستطيع أن يتخطى البيئة الطائفية الخاصة به التي يمثلها إلا بحالات نادرة لا تمثل أي وزن في التركيبة السياسية اللبنانية تيار المستقبل تيار سني والجماعة الإسلامية تيار سني بغض النظر عما ينادي به تيار المستقبل أو ما تعرف به الجماعة الإسلامية نفسها وبالتالي هذا يجعل من الفريقين ملتقيان في نفس البيئة التي يعملان بها وبنفس الوقت يجعلهما متنافسين على قيادة وزعامة هذه الساحة لذلك نحن من باب أن نجنب أنفسنا وتيار المستقبل وقبل ذلك الساحة السنية نتائج التنافس غير المحدود ضمن الواقع اللي قائم في لبنان كنا قد فضلنا أن تكون علاقتنا مع تيار المستقبل هي محاولة أن تكون علاقة تكاملية في إطار تحقيق مصلحة الساحة السنية التي تعتبر ضمن الفترة الزمنية التي نتحدث عنها هي الساحة الأضعف والأكثر استهدافا من كل المشاريع الموجودة في المنطقة وبالتالي هذا ما دفع إلى أن تكون العلاقة علاقة إلى حد بعيد قائمة على التكامل وإن كانت هذه الناحية لم تسلم دائما فنحن في أماكن كثيرة وجدنا أنفسنا مباشرة وجها إلى وجه في حالة نفسية في أكثر من مكان لكن كانت العقلانية تعود وتعيد هذه العلاقة وهذا المسار إلى المربع الذي اتفقنا عليه منذ البداية وهذا ما هو قائم حتى هذه اللحظة ما هو قائم لكن ماذا عن المستقبل؟ هل تفكر الجماعة مستقبلا بتحسين العلاقة أكثر مع التيار؟ العلاقة اليوم ليست علاقة سيئة وإن كانت لا ترتقي إلى مستوى التحالف لكن على الأقل كلا القيادتين في تيار المستقبل والجماعة الإسلامية تدرك حجم التحديات التي يواجهها كل من الفريقين والتي يواجهها تحديدا المجتمع السني في لبنان لذلك نحن نقدم هذه المصلحة على أي مصلحة تنافسية سياسية ونركز اليوم على تأمين حماية مطلوبة ومهمة جدا لساحتنا السنية ضمن بحر متلاطم الأمواج ولا يمكن أن يعرف أي من الفريقين ما يمكن أن يصل إليه هذا الواقع بالتالي علاقتنا اليوم هي علاقة قائمة على حماية البيئة السنية التي نمثل وعلى منع أي عملية اختراق لها لأن هذه أولوية مقدمة على أي مكسب سياسي يمكن أن يتحقق بشكل سليم دكتور ماذا عن التيار السلفي ننتقل إلى نقطة أخرى التيار السلفي في لبنان تيار عريض وثمت فوارق جوهرية داخل هذا التيار إنجاز التعبير هل الخلاف فكري أم أنه خلاف في الطروحات بعض السلفيين في لبنان يعني بصراحة أستاذ يونس لا هو فكري بالكامل لأنه ليس كل من ينتسب إلى التيار السلفي يحمل نفس الفكر نعم وليس أيضا مرفوض أو العلاقة قائمة بشكل سلبي نتيجة حالة بنيوية ضمن هذا التيار بالعكس التيار السلفي تيار محترم بنظرنا ونحن وإياهم في حالة تعاون في كثير من المسارات والتجارب السياسية في الساحة اللبنانية ونرى فيهم مكونا مكملا لأي رؤية أو هدف نحاول الوصول إليه تجربة هيئة علماء المسلمين على سبيل المثال للحصر هي إحدى التجارب التي جمعتنا بالتيار السلفي في الساحة اللبنانية وهي بنظرنا تجربة مميزة ورائدة جمعت بين مجموعة من المكونات في الساحة السنية والتيار السلفي جزء أساسي منها لذلك نحن نتطلع إلى عملية تفاهم كامل بيننا وبينهم وخاصة فيما يتعلق بمحاولة منع الاختراق الذي للأسف الشديد خلال السنوات الماضية كانت الساحة السلفية إحدى أهم الساحات التي استخدمت من أجل هذا الاختراق وهذا إذا كان له سبب فإنما هو أن التيار السلفي لا يمتلك بنية تنظيمية يستطيع من خلالها أن يمنع إمكانية الاختراق ضمن من يحملون الأفكار التي ينشرها أو يدعو إليها التيار السلفي وبالتالي أنا أصنف العلاقة معه أنها علاقة أساسية ليست هامشية وهي مهمة لنا في عملية تحصين الساحة الإسلامية السنية في لبنان نعم دكتور نتوقف الآن عند الأزمة اللبنانية الحالية لا يخفى على المتابعين ما يمر به لبنان من أزمة خانقة بشقيها السياسي والاقتصادي وإنعكاساتها على الناحية للشق الاجتماعي حتى والنفسي للمواطنين ويبدو أن الانقسامات أكثر حدة من أن يتم الاستجابة لأي مبادرات أو دعوات من كل الأطراف الأمريكان، الفرنسيون، الإقليم الكل يدعو إلى حل هذه المشكلة لكن الأمور وصلت إلى حد يبدو من اللا عودة إلى ما كان عليه كيف وصلت إلى هذا الحد؟ وهل من مخرج دكتور؟ من الصعب أن نبحث عن مخرج داخل لبنان أستاذ يونس الأزمة الحالية في لبنان هي أزمة معقدة ومركبة بأكثر من مستوى الموضوع ليس موضوعاً داخلياً لبنانياً بحتاً وإن كان الطبقة السياسية في لبنان تتحمل جزءاً كبيراً مما آلت إليه الأمور لكن اليوم نحن أمام أزمة بصراحة أغلب مفاتيحها إن لم يكن كل تلك المفاتيح هي في الخارج هي إما في الإقليم وإنما على المستوى الدولي بالتالي هذا الواقع اليوم يحتاج من اللبنانيين إن كانوا يريدون أن يخففوا من آثار هذه الأزمة هو أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالحسابات الشخصية أو الحسابات الذاتية لكل فريق سياسي على حدة وهذا ما يزيد من تضخم الأزمة اليوم من الواضح أن الحسابات الأمريكية والفرنسية والأوروبية وغيرها حسابات لا تتوافق كلياً مع مصلحة الواقع اللبناني وإن كانت تتقاطع معها في مكان أو آخر من خلال التركيز على الفساد الذي اتسمت به السلطة السياسية التي تحكم لبنان منذ فترة ليست بالقليلة هذا التركيز يصيب بشكل أو بآخر الهم الحقيقي الذي كان يستشعره المواطن اللبناني لكنه لم يكن يمارس أي دور في محاولة تصويبه بل كانت الكتلة الأكبر في الساحة اللبنانية كتلة صامتة لا تتدخل في عملية تركيب أو إعادة تركيب الطبقة السياسية وخاصة في المحطات الانتخابية وكانت القلة المستفيدة من كل فريق من القوى السياسية القائمة كانت تقوم بعملها وفقا لمصالحها الضيقة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة تدفع ثمنها ثمنا باهظا بشكل كبير لذلك أعود وأختصر أن الواقع اليوم في الساحة اللبنانية هو واقع ينتظر تفاهمات إقليمية ودولية ولا ينتظر بصراحة أي تفاهمات محلية داخلية لأنها لا تقدم أو تؤخر جزء كبير من عملية الخناق القائم على اللبنان اقتصاديا اليوم هو بسبب سياسات تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا على الساحة اللبنانية بهدف إعادة حجم حزب الله الذي تجد هي أنه قد توسع أكثر مما ينبغي خلال السنوات القليلة الماضية وهذه المحاولة تسلك طريق الضغط على كل الواقع اللبناني وبالتالي هي لا تستهرف حزب الله منفردا وإنما كل المكونات اللبنانية اليوم تقع تحت عبء هذه الأزمة سنأتي إلى هذه النقطة بالتالي هذا هو المختصر البسيط سنأتي إلى هذه النقطة موضوع حزب الله لأنه موضوع مهم في الداخل اللبناني لكن هل راعت المبادرة التي أطلقتها الجماعة في أكتوبر 2019 والتي تكونت من ثلاث مراحل لحل الأزمة في لبنان هل راعت هذا البعد الإقليمي والدولي في ذلك الوقت في 2019 علما بأننا اليوم أمام معضلة إنجاز التعبير السياسية واقتصادية في لبنان لو تقارن أستاذ يونس المبادئ التي قامت عليها مبادرة الجماعة الإسلامية عقب نشوب ما سمي أو استلح على تسميته بثورة السابع عشر من تشرين الأول 2019 اليوم هذه البنود هي نفسها التي تقوم عليها تقريبا المبادرة الفرنسية التي حكي عنها منذ الصيف الماضي والتي يعني كل القوى السياسية أيدتها في ذلك الوقت وهو قيام حكومة محايدة لا يشارك فيها وجوه سياسية بارزة والعمل على تغيير جذري في المنظومة السياسية عبر انتخابات نيابية جديدة وتقوم على قيود ليست هي نفس القيود السابقة بحيث يستطيع المواطن أن يقول كلمته بكل أريحية وليس بطريقة تجعل من النتائج نتائج معدة سلفا هذه المبادرة هل راعت المتطلبات الإقليمية؟ أنا أقول أنها راعت القراءة المنطقية والواقعية للواقع اللبناني وبالتالي أي مبادرة ستأتي من الداخل أو من الخارج لا تستطيع أن تستنقذ لبنان إلا من ضمن هذه الخيارات وهذه المبادئ التي هي محاولة تجاوز مصالح القوى السياسية القائمة ومحاولة تغيير قاعدة بناء المنظومة السياسية اللبنانية لتصبح أكثر وطنية وأكثر بعدا عن التقسيم الطائفية التي تحول لبنان إلى فيدرالية الطوائف نعم دكتور عزام مالا يوبي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الحديث بقية إن شاء الله بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر على مدار القمر نايل سات أهلا ومرحبا بكم من جديد عزان المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور عزام الأيوبي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان مرحبا بك معنا مرة جديدة دكتور عزام أهلا وسهلا بكم حياكم الله دكتور نتوقف عند مسألة حزب الله من المعروف أنه ممسك بمفاصل السلطة والدولة اللبنانية كما يقول كثير من المراقبين للمشهد اللبناني كيف يساهم ذلك في تأسيس لإمكانية حدوث صدام في الساحة اللبنانية وقد جرى ذلك مؤخرا في السنوات الماضية ثم تم تجاوز تلك المرحلة لكن من جديد كيف يعقد هذا المسألة أكثر فأكثر الآن بدون أدنى شك الواقع هو كما ذكرتم اليوم حزب الله هو القوى الرئيسية في الساحة اللبنانية وهذا الأمر ليس بجديد هو أمر امتداد بحسب رأينا وتقييمنا لمرحلة الوجود السوري في لبنان استطاع أن يستوعب حزب الله خلال الفترة الأولى بعد اغتيال الرئيس الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان أن يستوعب حالة الفورة الشعبية التي كانت مناهضة للوجود السوري وكل امتداداته عبر تحالف رباعي قام من خلاله بإجراء انتخابات العام 2005 ثم ما لبث بعد ذلك أن عاود الإمساك بزمام الأمور تحديدا منذ اتفاق الدوحة الذي أعقب عملية السابع من أيار في العام 2008 هذا الأمر لو بقي على الواقع الداخلي اللبناني كانت أبعاده أنا على ما أظن تبقى محدودة لكن المشكلة أن هذا الأمر دخل في معادلة إقليمية تحاول من خلالها اليوم الولايات المتحدة أن تعيد يعني تموضع الحالة الإيرانية في المنطقة إلى نقطة تراها الولايات المتحدة مناسبة لها بعد أن حصل هذا التمدد ما بين العام 2012 والعام 2015 أو 2016 حيث تمدد الوجود الإيراني بشكل كبير جدا وكانت الولايات المتحدة في ذلك الوقت تستفيد من التمدد الإيراني اليوم حسابات الولايات المتحدة اختلفت كانت تستفيد من خلال أن إيران تقوم بدور كبير جدا في المعارك الدائرة في الساحة السورية وبالتالي كانت مصلحة الولايات المتحدة تتقاطع مع هذه المشاركة إيران كانت تدفع المال والرجال وحتى في السياسة دفعت من رصيدها الكبير الذي كانت اكتسبته في مرحلة مواجهة الكيان الإسرائيلي ما بين العام 1982 والعام 2000 وحتى 2006 هذا الرصيد كله تم استخدامه واستنزافه في المشاركة بالثورة السورية بالتالي هذه المرحلة كانت مرحلة تقاطع مصالح الإيرانيون كانوا يجدون أن إسقاط النظام السوري يمثل سقوط لجزء كبير من المشروع الذي قام في المنطقة وهذا من وجهة نظرهم يعتبر عملية وجود أو لا وجود وأمريكا كانت تستفيد أيضا بنفس الوقت وإن كانت تدعي غير ذلك لكن من يقرأ السياسة بشكل واضح وصريح يدرك التقاطع القائم في ذلك الوقت ويدرك السبب في إتاحة الفرصة من قبل الولايات المتحدة عبر السكوت في هذا التمدد الذي وصل إلى ما وصل إليه اليوم الولايات المتحدة تريد أن تعيد الأمور وعقارب الساحة إلى الموراء وهذا يدفعها إلى ما تقوم به من عملية حصار ومفاوضات بل وبالعودة قليلة إلى وراء الانسحاب من الاتفاق النووي الذي عقد سابقا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحاولة الانقلاب على كل التفاهمات التي كانت الولايات المتحدة قد قامت بها قبل ذلك بسنوات لذلك اليوم الواقع القائم في الساحة اللبنانية هو واقع مرتبط بهذه العملية عملية محاولة إعادة تموضع القوى الأساسية في المنطقة التي تعتبر إيران إحدى أساساتها في المنطقة نعم تمام دكتور ولكن من المعروف أن حزب الله هو المسيطر لكنه ليس الطرف الوحيد في البلاد وليس من حق أي طرف في لبنان أن تكون سيطرة على المفاصل الدولة والحكم في لبنان على حساب الشعب اللبناني الذي يعاني الأمرين الآن في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا يعني لماذا لبنان لماذا يكون ساحة لهذا الخلاف وهذا الصراع مع العلم أن إيران تتمدد وتتوسع ولديها مشاريع كثيرة في اليمن في العراق وفي أكثر من مكان لكن لماذا تحصل هذه المشكلة في لبنان الآن لبنان ليس من جديد ساحة صراع وساحة تنافس بين القوى الإقليمية والدولية هذا الأمر يعني منذ بداية قيام لبنان وهو أمر موجود ليس أمرا جديدا المشكلة أن الساحة اللبنانية ساحة رخوة وساحة متأثرة بشكل كبير جدا بالشد والجذب الذي يقوم في الإقليم لأن لبنان لا يقوم بذاته ولم يقوم أصلا يوما في تاريخه بذاته هو قائم على ما يتاح له من النظام الإقليمي أو الدولي من مساحات من أجل أن يكون حاضرا بالتالي اليوم قضية طرح أنه ليس من حق أي قوة سياسية أن تتفرد بالساحة اللبنانية هذا من حيث الطرح النظري القيمي كلام سليم ولا يمكن أن يناقش لكن اليوم أي فريق للأسف الشديد يجد نفسه في حالة سيطرة أو قوة تمكنه من فرض رؤيته على بقية الأفريقاء لن يتراجع وهذا الأمر لم يقم به حزب الله لوحده كل القوى التي وصلت إلى ما وصل إليه حزب الله في الساحة اللبنانية مارست هذا الأمر وبالتالي حاولت أن تفرد رؤيتها بشكل كامل ومن دون أي منازع في الساحة اللبنانية حتى بالسلاح كما فعل حزب الله دكتور اليوم المشكلة هي ليست بين عفوا حتى باستخدام السلاح داخليا كما فعل حزب الله في 2008 طبعا هذا الأمر مورس أستاذ يونس في السبعينات رحمه الله أبو عمار حكم لبنان عسكريا وسياسيا وماليا قبل وبعد الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية حاولت أن تفرد سيطرتها على لبنان بقوة السلاح وحتى بمرحلة ما بالاستعانة بالكيان الإسرائيلي هذا كله موجود في تاريخ لبنان صحيح بالتالي ليست هي التجربة الأولى أعود وأقول المشكلة أن الساحة اللبنانية ساحة رخوة وأن التنافس الإقليمي والدولي يستطيع أن يظهر نفسه في الساحة اللبنانية أكثر من أي ساحة أخرى وبالتالي نحن نشهد في كل فترة وأخرى نزاع من هذا الشكل أو ذاك والشعب اللبناني هو من يدفع الثمن من خلال معيشته ومستقبله ولذلك الشعب اللبناني بأغلبيته شعب مهجر خارج لبنان من يعيش خارج لبنان من اللبنانيين هم أربع أضعاف أو خمس أضعاف اللبنانيين الموجودين داخل القطر اللبناني وهذه حالة ليست موجودة بين أي مكون شعبي آخر في العالم وهذا نتيجة الصراع الدائم على هذه المنطقة من قبل القوى الخارجية نعم بمناسبة الحديث عن الوضع الداخلي في لبنان دكتور وعن حزب الله وتأثيراته ماذا عن علاقة الجماعة الإسلامية بحزب الله كيف تقيمونها هذه الفترة إذ أنها مرت في السنوات الماضية خاصة في الأزمة السورية وبعد الثورة السورية مرت بحالة ضعف واضح يعني لكن الآن ربما اختلفت الأمور أريد أن أسمع رأيك بهذا الخصوص يعني أيضا العلاقة مع حزب الله ليست علاقة سهلة العلاقة تحكمها مجموعة عوامل قد تصل إلى حد التناقض أحيانا بنظر المراقب فمن جهة حزب الله كما سبق وذكر في بداية هذا اللقاء هو شريك أساسي في عملية المواجهة مع الكيان الإسرائيلي وفي نفس الوقت حزب الله كان في مرحلة حساسة جدا إلى جانب النظام السوري الذي بنظرنا كان يقوم بقمع شعبه الذي يحاول أن يعيد بناء سوريا على أسس من الحرية والديمقراطية والعدالة ونحن بطبيعة الحال كنا نؤيد هذا الحراك لذلك وجدنا أنفسنا في ما يشبه التناقض في عملية العلاقة مع حزب الله ولم يكن من السهل إدارة مثل هذه العلاقة لكن من دون تفصيل الآن على الأقل في المرحلة الأخيرة نحن قمنا بإعادة النظر بتقييم علاقتنا بحزب الله من خلال تقييمنا للواقع اللبناني الداخلي والإقليمي على حد سواء خاصة مع ازدياد الضغط الذي شكلته صفقة القرن ومحاولات الولايات المتحدة الأمريكية فرض هذا الواقع الجديد على المنطقة ككل وبالتالي أصبح التهديد الإسرائيلي الذي يشكله مشروع صفقة القرن على المنطقة وعلى لبنان يشكل أولوية وهذا ما دفعنا إلى إعادة النظر بتقييم العلاقة مع حزب الله فضلا عن أن الواقع اللبناني الداخلي المأزوم أيضا قد فرض علينا أن نعيد النظر في طبيعة هذه العلاقة هل البقاء على حالة صراع أو على حالة عدائية سياسية بل وحتى تصل إلى تعبئة بين عموم الجمهور ما ينذر باشتعال حرب طائفية سنية شيعية قد ترضي ويرضى عنها الأمريكي والإسرائيلي كل هذه الأمور دفعتنا إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة وطبيعة الخطاب وقدمنا في هذه الحالة المصلحة العامة في عملية تهديئة الاحتقان وإعادة النظر في إمكانية التلاقي على بعض النقاط الأساسية التي تشكل مفصلا رئيسيا في تاريخ لبنان هذا الأمر دفعنا إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة وهي علاقة اليوم فيها حوار لم يصل بعد إلى نهايات لكنه قائم على إيجاد مشتركات تتعلق بأمرين أساسيين أولا طريقة إدارة الملف اللبناني نعم تفضل عفواً تفضل دكتور قلت إعادة النظر في العلاقة قائمة على نقطتين أساسيتين النقطة الأولى تتعلق بإيجاد مشتركات في عملية إعادة تركيب أو إدارة المشهد اللبناني بما يخفف من عملية الاستفراد في إدارة الملف كما سبق وذكرتم واستيعاب الحالة المتلونة في الساحة اللبنانية أو المتعددة للمشارب ومن ناحية ثانية في عملية الإبقاء على أولوية مواجهة الكيان الإسرائيلي وطموحاته في فرض رؤيته على المنطقة وعلى الساحة اللبنانية كأولوية لا تتقدم عليها أولوية نعم دكتور هل تأخذون بعين الأتبار عند الاقتراب أو الاقتعاد في علاقتكم بحزب الله هو أن ذلك يمثل أيضا اقترابا أو ابتعادا عن إيران ونفوذها في المنطقة ومشروعها التوسع الذي نعرف ماذا فعلت في المنطقة العربية في سوريا واليمن والعراق ولبنان وفي أكثر من منطقة أم أن العلاقة بحزب الله كأحد المكونات الداخلية اللبنانية ليس له علاقة بموقفكم من إيران في باقي الساحات أستاذ يونس طبعا نحن لسنا من الذين يحبون أن يخدعوا أنفسهم اليوم العلاقة مع حزب الله لا يتجزأ من العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهما لا ينفصلان وبالتالي هذه العلاقة نحن ندرك بعدها وعمقها وندرك حتى إمكانية تأثيرها في المنطقة ونحن نحاول بدون أدنى شك أن يكون تأثيرها تأثير إيجابي اليوم العلاقة مع إيران ومشروعها الذي شهد توسعا وتمددا في المنطقة العربية امتدادا من العراق إلى سوريا وحتى إلى اليمن وبعض مناطق الخليج هذا يحتاج إلى إعادة نظر من قبل كل المكونات التي تشكل حضورا في هذه المنطقة هل عملية الصراع مع إيران هو الذي ينبغي أن يكون أولوية وبقاء الأمور على ما هي عليه من استنزاف أم محاولة إيجاد قواسم مشتركة يمكن من خلالها أن تقتنع حتى إيران بأن من مصلحتها أن تكون متفاهمة ومتعاونة مع هذا العمق وأن عملية التمدد في بيئة للأسف الشديد كانت في يوم من الأيام بيئة فارغة لا يوجد فيها مشروع حقيقي لإدارة مكوناتها ليس أمرا مستمرا وبالتالي هو سيضع إيران شاءت أم أبدا في مرحلة من المراحل في مواجهة مباشرة مع هذا المكون الذي لن يقبل بطريقة أو بأخرى أن تستمر الأمور على ما هي عليه بالتالي نحن نجد أن هذا الحوار ينبغي أن يفضي إلى مثل هذه الأمور ندرك أن العلاقة مع حزب الله هي جزء من العلاقة مع إيران نحاول أن نستهدف من هذه العلاقة إعادة إيجاد عفوا لكن دكتور معذرة للمقاطعة لضيق الوقت لكن إيران اختارت أن تتحاور بطريقة أخرى في الساحات التي ذكرناها ونسيما في العراق ونحن نتكلم اليوم من قناة عراقية يعني هناك اختارت إيران نهجا مختلفا من خلال السيطرة على الدولة العراقية من خلال مجموعة كبيرة من الميليشيات وتحويلها إلى أشبه بدولة لا قيمة لها من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية والعسكرية كيف يمكن أن نتحدث عن تفاهم وعن حوار مع مشروع توسعي مشروع يتعلق بمد النفوذ وبسط النفوذ في المنطقة العربية من العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى لبنان تمام أنا لن أختلف معك أستاذ يونس في هذا التوصيف لكن دعنا نتحدث بهذه العجالة بطريقة عقلانية توصلنا إلى ما نريد نعم هل ما حدث منذ العام 2003 تحديدا مرحلة احتلال العراق من الولايات المتحدة الأمريكية هل ما حدث منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يكن فيه أخطاء حتى ممن يفترض أن يكونوا هم العمق الاستراتيجي لنا في العراق وفي غيره وأقصد هنا تحديدا دول الخليج العربي التي كان من المفترض أن تكون هي الحامي والمؤيد والعمق الاستراتيجي لأهل العراق من أي تمدد آخر أليس هناك بعض الأخطاء التي جعلت من إيران تجد في كل هذا المكون مكونا عدائيا أمريكا استفادت أستاذ يونس من كل هذه الأخطاء وأوصلت أنا برأيي العراق والمنطقة ككل إلى حالة صراع سني شيعي يستنزف المنطقة ككل ويجعل أمريكا متربعة فوق هذه المنطقة لذلك أنا أقول اليوم نحن أمام خيار من اثنين إما أن نبقي هذه العلاقة علاقة تستنزف طاقات الأمة بينما نجد أن الكينات القائمة والأنظمة القائمة في المنطقة لا تراعي هذا الأمر وهي غارقة في عملية الاستنزاف أو أننا نحاول بطريقة أو بأخرى أن نعيد إيجاد قواسم مشتركة تهدئ النفوس وتعيد الأمور إلى نصابها نحن لن يستطيع أحد مننا أن يلغي الآخر لا يمكن أن نقبل بالواقع اللي قائم لكن أيضا ينبغي أن نواجه هذا الواقع بعقلانية وليس بحالة استنزاف لا متناهية لا يمكن أن يقبل بها عاقل نعم ولكن هذا يتطلب أن تقتنع إيران بالتوقف أو إيقاف مشروعها التمدد التوسعي في المنطقة وأعتقد أن هذا أمر غاية في الصعوبة بالنسبة للمشروع الإيراني بدون أدنى شك هذا سيكون صعبا لكن إذا توحدت القوى الرافضة لهذا التمدد من جديد أنا بنظر إيران لن تستطيع أن تلغي بالنهاية الأكثرية الساحقة في المنطقة اليوم لا نستطيع أن نغفل من هي الأقلية ومن هي الأكثرية في المنطقة أخي الحبيب لكن مشكلتنا أن الأغلبية في هذه المنطقة متفرقة فإخواننا في الخليج في مكان وأهلنا في العراق وفي سوريا في مكان وهكذا وهكذا بالتالي علينا أن نقوم بواجب داخلي في بيئتنا في مكوننا ثم أيضا بعد ذلك يصبح الحوار الذي نراه اليوم مستحيلا مع إيران نجده منطقيا بل ومن مصلحة الجميع أن يصل إليه وإيران في المقدمة نعم دكتور تحدثت عن موضوع غياب مشروع عربي آخر ضد المشروع الإيراني في المنطقة ونحن نعرف موقف مجلس دول الخليجية مجلس التعاون الخليجي ونعرف ماذا يحصل أيضا في اليمن على سبيل المثال التحالف العربي في اليمن يقاتل منذ عدة سنوات دون الوصول إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع يعني إلى متى تتوقع أن يبقى المشروع العربي غائبا أمام المشروع الإيراني سيبقى الأمر كذلك أستاذ يونس حتى تراجع الأنظمة العربية والخليجية على وجه التحديد أولوياتها طالما بقيت أولوية دول الخليج أن الإسلام السياسي هو العدو رقم واحد وطالما كانت ممارساتها كلها تصب في محاولة إلغاء هذا المكون الذي يعتبر أحد أهم المكونات في المنطقة العربية ككل طالما بقي الأمر كذلك سيبقى هذا الأمر بعيد المنال لكن إذا أعاد هؤلاء الحكام حساباتهم وفهموا حقيقة القوة أين تكمن ألا وهي في التحام الشعوب مع الأنظمة وليس في استقواء الأنظمة بأنظمة دولية من هنا أو هناك إذا لم يفهموا هذه الصورة ستبقى حالة الاستنزاف معركة اليمن صدقني لو كانت فقط منظومة ما يسمى بالتحالف العربي في اليمن لو كانوا على قرب رجل واحد لكانت المعركة انتهت منذ زمن لكنهم متناقضون حتى فيما بينهم ولا أحتاج على ما أظن إلى ضرب أمثلة في هذا الأمر فيما بين الأنظمة وما بين الأنظمة والقوى اليمنية الموجودة على الأرض التي من المفترض أنهم يساندونها هذا أمر ليس خفيا على أحد لذلك نحن لسنا على قلب رجل واحد وهذا يزيد من الفراغ الذي نتحدث عنه مع الأسف الشديد نعود على بدء إلى لبنان مرة أخرى وفي نهاية هذه الحلقة دكتور عزام ماذا تقول باسم الجماعة الإسلامية في لبنان لمختلف الفرقاء اللبناليين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الدولة وتاريخ البلد والذي تمور بظروف سيئة جدا مع الأسف الشديد يعني ما يمكن أن يوجه من رسالة للقوى السياسية القائمة ندرك أن العودة إلى الوراء أمر مستحيل في هذه الظروف لكن على الأقل من ناحية التاريخ الذي سيسجل بحق هؤلاء من المفترض أن تقدم اليوم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لن يستطيع أحد في ظل حالة الحريق الكامل للساحة اللبنانية ومقدرات هذه الدولة لا يمكن لأي فريق أن يخرج فائزا أو منتصرا لأن الكل في هذه الحالة من الخاسرين لذلك وقفة واحدة مع التاريخ ووقفة واحدة مع الشعوب مع الشعب اللبناني تحديدا في عملية التخلي عن المصالح الحزبية الضيقة من أجل مصلحة الشعب عموما يمكن أن تخفف مثل هذه المواقف من أزمة الشعب اللبناني لا أقول أنها ستنهي الأزمة فأنا أدرك وأنا مقتنع بما قلته سابقا أن مفاتيح الأزمة الحقيقية هي خارج لبنان لكن القوى السياسية المسيطرة في الواقع اللبناني دون استثناء لا أستسلمينها أحدا قادرة إذا غلبت مصلحة الشعب اللبناني على مصالحها الحزبية الضيقة قادرة على أن تخفف من أثار الأزمة وعلى أن تقصر أيضا من هذه المسافة التي يقطعها الشعب اللبناني بدمائه وحياته اليومية وبهجرته واستنزاف البلد بطاقاته الشابة الكبيرة التي تتوجه اليوم خارج لبنان مجددا كما حدث في أكثر من زمن من تاريخ لبنان نعم دكتور لكن لا أعرف لماذا دائما يكون التأثير الخارجي للقوى الخارجية في لبنان أكبر من التأثير المحلي ونحن نعرف أن لبنان تجاوز قبل ذلك محطات خطيرة أيضا ومهمة ومفصلية كانت مرت بلبنان في العقود الماضية هل تتوقع أن تغلب الأطراف اللبنانية المختلفة مصلحة البلاد على هذه الحسابات الخارجية؟ وفق الأداء اللي قائم حتى هذه اللحظة للأسف الشديد أقول أن أغلب القوى السياسية لا تبشر يعني خطواته بأن يقوم بمثل هذه الخطوة ما زلنا حتى اليوم نشهد تمسكا أكبر بالمواقع الحكومية وبالمصالح الحزبية وبالتالي للأسف الشديد أقول وبكل أسف أنني لا أتوقع من هذه الطبقة السياسية أي خطوة إيجابية تجاه الشعب اللبناني نعم أشكرك جزيلا دكتور عزام عليوبي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان كنت معنا في هذا اللقاء الخاص كما نشكركم لطيب المتابعة عزان المشاهدين في هذا اللقاء الخاص وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلغالب لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة